وين صرنا؟ يعني شو عم بيسير اليوم بالتحقيق باللبنان؟ عنا قاضي اسمه قاضي طارق بيطار هو المسؤول عن الملف صر له تقريبا سنتين عم بيشتغل عم بيجرب يشتغل عم بيجرب يشتغل عم بيعرقلوه من كل الجهات صار موقف عن الشغل بعتقدش خمسة وعشرين مرة لأنه ما حدا من هالسلطة بده يخليه يوصل لمحال وعم بيستعملوا يعني عم بيشتغلوا بشكل كتير تعصفة عم بيستعملوا اشياء بالقانون تيوقفوه وعم بينجحوا للأسف لأنه لأنه السلطة معهم وما في فصل بلبنان بين القضاء والتنفيذة بقى نجحوا له هلأ من رغم هالشي قدر يشتغل عنا وضعات مناح باللبنان وعنا محامين مناح بيقدروا يشتغلوا قد ما بيقدروا عم بيجرب هيدا الشخص يعمل قرار ظنية اللي هي اول خطوة قبل المحكمة وان شاء الله يقدر يوصل له للأسف صار له تقريبا اكتر من سنة ونص اليوم موقف عن الشغل ولي بيأسف اكتر انه هو كان عنا كان فيه 12 شخص كانوا موقفين لأنه فيها التحييق عن بيصير وليزم يخلص هو التحييق طبعا بس القاضي خاصة عنا ويداتي اللي هو التابع لها السلطة بيقرر بيقرر بيعملها اللي وضحاها انه فتحوا البواب وفلتوا كل الناس طلعوا كلهم وطلعوا كلهم هيدا الشي ما بيصير هنا هيدا الشي مثل الفيلم امريكاني وستر يعني انه يلا سوريالي ايجا الشريف وقابد ما صاري ويلا فتح السجون وخليون يفلوا هيدا الشغلة الوحيدة اللي كنا بعدها متمسكين فيها بالقضاء اللبناني انه في عنا محبوسة ايه انه معقول يكونوا مزنبين هيدول الناس انهم موقفين اوكي جود هلأ فلوا هيدا ما بيعني انه نحنا ما من امن بالقضاء اللبناني لانه صارت الجريمة باللبنان وكلا لازم نضلنا عم ناضي الكرمالة ونضلنا عم ندفش للأسف اليوم بعد رح يصيره 3 سنين بعد ما في شيء مبقى في حدا بالسجون اوكي ما عنا جنس الحقيقة لو ما من الميديا الاستقصائي اللي عامل شغله هلأ كنا عم نحكي عن عن رياض بايسة فراس حاتوم عن انجي اوية خاصة بالحول الانسان مثل هيمون رايتس ووتش اللي طلعوا ريبوس لو ما من نشغلهم ما كنا عرفنا شيء ما حدا كنا عرف انه في شركة اسمه سابارو في ترانزاكشن صارت في بيخراجية من جورجيا كل هالامور ما كنا عرفنا قدد شيء لازم انه الناس تعرفها انه ما عنا شيء بعد اجا من القضاء اللي ابناني بعد ثلاث سنين بفاجعة صارت وقتلت 250 شخص تقريبا وفجرت مدينة فجرت العاصمة هذا اليوم ان احنا بالقضاء اللي ابناني بس الناس اللي بتفكر انه اليوم ما عم نتقدم انه هو لحرم اهل الضحايا عم بيشتغله 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 بس حرم لشو ما عم بيصير شيء عم بيصير اشه يعني اليوم اللي منعرفه اللي عم نسمعه هو انه القاضي طارق بيطار خلص او عم بيخلص القرار الزنة يلي هو اقرب شيء فينا نوصله مظبوط نحن عم نطالب بفاكت فانتجميشن بس حيدا القاضي عنده ايها عنده القرار الزنة بين ايديه بس ما حدا عم بيخليه ينشره او يكمل شغله اليوم ملف سفاره اللي ربحناه شغل عليه مكتب الادعاء اللي بناني الفرق هو بلبنان بيشتغل عليه بيوقفوه لانه هيدا برا ما في حدا نيوقفه وصله يعني اوضاتنا ومحامينا اليوم فيه يطلع بايده نشه نحنا منا عالم ما بنعرف نشتغل فينا نشتغل بس عندك دولة عم بتوقفك واكتر اكبر اجزامل فينا نعطيه هو سفاره هالاودات هالمحامية مصلوا للشي برا ما حدا نوقفه لانه طريق بطار واصل عالشي بس عم بيوقفوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر